وكل أرض نفتالي وسباهم إلى الشور وبقيت أمور فقح وكل ما عمل هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام أمي لملوك إسرائيل كان ابن خمسة وعشرين سنة حين ملك وملك ستة عشرة سنة في أورشليم واسمهم هي روشة ابنة صدوق إلا أن المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقضون على المرتفعات هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب في تلك الأيام ابتدأ الرب يرسل على يهود رصينة ملك آرامة وفقح ابن رمالية فضلوا شكرا للرب نصلي أبان السماوي نشكراك نمجدك نعظمك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون إذ لنا شركة معك يا رب ذدي يا نعمة عجيبة إذ لنا نصيب في قلبك وأنت تتحادث إلى قلوبنا بالروح القدس نعمة عجيبة إذ لنا شفاء من كل أمراض العالم والجسد والشيطان بعمل روحك فينا لأنك أنت الرب شايفينا شكرا لك يا رب نأتي إليك يا رب في هذه الفرصة لتشفي نفوسنا إشفينا يا رب إشفينا إشفينا يا رب تكلم إلينا فنحن عبيدك سامعين والاسمك نهدي كل إكرام ومجد إيه للأبد آمين آمين سنتكلم كلمة عن دراساتنا يعني ربنا قادنا ليها في هذه الكنيسة من سنين الحقيقة العهد القديم يدرس فيه اجتماعين والعهد الجديد يدرس فيه اجتماعين بحيث اللي بيواظب معانا مدة في دراسات مستمرة يبقى درس معانا العهد القديم كله والعهد الجديد كله العهد القديم اليهودي هو اللي بين إيدينا مع ترتيب الأسفار الترتيب في العهد القديم اليهودي مشهور بثلاث كلمات وربعة تورا تقى النطق اليهودي أنا قد أعرف أنطقهم تورا نبيين كتبين تورا اللي هم الخمس أسفار الأولى من موسى وأي واحد يعني دارس لهود يقول لك التورا معناها قصد الخمسة دول مش تورا وكونوا تورا لا تورا دي خاصة موسى بس نبيين عند اليهود اللي هي الأسفار فيما بعد أخبار الآيام التاني كله ده اسمه نبيين فيهم عزرة ونحامية وبعنا ده فيها أسفار تاريخية لكن الكتاب المقدس اليهودي بيختم نبيين قصد يختم كتبين بالأخبار الآيام التاني أما بعد أخبار الآيام التاني ده تبع النبيين التورا اليهودي تلت كلمات مين فكرهم معي يبدأوا بإيه تورا كويس تورا دول اللي هم الخمس أسفار اللي ربنا إداءهم لموسى فوق الجبل منها سفر التكوين ما حدش يعرف حاجة عن سفر التكوين ده ولا موسى يعرف حتى تعرف إزاي موسى جي بعدين خالص فين موسى وإبراهيم كتير أو نعرفش فدولا إداءهم ربنا للموسى فالأسفار الخمسة في الكتاب اليهودي هم الأسفار الخمسة في الترجمة العربية نحن نبدأ فعلا بالتوراة زي اليهود بالزبط بس حصل إن قلبنا النبيين بالكتبين والكتبين بالنبي بس فإحنا بعد التوراة ماشيين في الكتبين الكتب التاريخية بتاعتنا بعد التوراة في إيه مين فاكر خمس صفار موسى انتهت بالتسنية يشوع قضاء صامويل أول والثاني صامويل أول والثاني كتاب واحد في اليهود مش كتابين كتاب واحد ولوك الأول ولوك الثاني كتاب واحد أخبار الآن من الأول والثاني كتاب واحد فدولا التاريخية اللي احنا بالليوم هنا عندنا دولا في اليهود بعد النبيين لأن اليهودي يهمهم النبيين أكتر أو هكذا الكتاب اليهودي وكل الترتيب ده حصل بعد المسيح بعد المسحية ما كانش فيه كتاب مجمع يهودي قبل المسحية وهم جمعوه لما المسحية بتلت تجمع الكتاب فلاقيت أنها محتاجة لعهد القديم كتاب العهد الجديد تجمعه سهل لأنه كله مكتوب في مئة سنة مثلا فتجمعه سهل فلنبتلت المسحية تجمع العهد القديم اللي يهود قالوا إيه؟ لازم نجمع معهم فذا يجمع وذا يجمع وطلعوا اتنين صحة بالضبط فآخر سفر آخر سفر في العهد القديم بالنسبة لنا نحن هو سفر مين؟ ملاخي آخر سفر في الكتاب اليهودي هو سفر إيه؟ أخبار الأيام التاني أيهو أخبار الأيام صح بالرابع عليك يا ملاد سفر أخبار الأيام فإحنا في دراستنا يوم الجمعة واخدين تورا كتبين اللي هي بنبتلي من سفر التكوين نخلص أخبار الأيام بالنسبة لنا نحن التاني لو بعد ما نخلص نفضلنا لمسا أقول سهلاتين على أخبار الأيام التاني سنبتلي من فين؟ من التكوين كويس كده؟ نص الكتاب المقدس اللي هو بعد أخبار الأيام التاني ده بناخده يوم التلات وصلنا دلوقتي إحنا لسفر إيه شعياء؟ خلص شعياء وإرمي لغاية ملاخي نبتلي في إيه؟ نبتلي بعد أخبار الأيام التاني نحميها عزرة أستير أيوب الأسفر دي العهد الجديد بناء نفس الحكاية بنذسه برضو مرتين في الأسبوع مرة عند أخونا ملاد ربنا يبرك لنا فيه وكل نسله وأحفاده وكل الحباب دول حاجات زي العسل النهاردة الحفيرة بتاعته قالتلي هاي جده كتير قوي إيه لازم وتدخل عندي في المكتب لأن صورت أخوها هناك هاي جوجو هاي جوجو فبسلم على جده وعلى جوجو كمان ربنا يخللنا أحفاده يا ملاد اليوم الثاني اللي بندرس فيه العهد الجديد هو يوم الخميس لاجتماع الشباب لأنه سهل عليهم فبندرس فيه العهد الجديد آآ آآ أسمناه بالنص إحنا في كونس التاني في الشباب وآآ فيه ملوك التاني ملوك التاني ملوك التاني وصلنا للأصحاح اللي بيمهد لسابي أوروشاليم سابي السامير الأول لسه ما حصلش سابي السامير الأول وسابي أوروشاليم اللي هو أظهار غضب الله على الأمة اليهودية وغضب الله ربنا أظهره باختياره ما حدش قوله ليه كده أظهرت اللي عمدت باختياره هو بيحدد كده التريف قال أنا قلت لهم وصيهم هو طبعا ده مئة وصية ما سمعش ولا حاجة لكن اختار وصية معينة يعني يحسي به الحزب يعني قال أنا قلت لهم أنه كل سبع سنين تريحوا الأرض مريحوش فأنا هحسب لهم مدتهم في بعضهم عني حسبها طلعت أربعمائة وتسعين سنة قال كل سبع سنين يبقى سبعين سنة يبقى سبعين سنة راحة للأرض حسبها كده وأعلنها الإرمية أن السابي سيكون سبعين سنة أربعمائة وتسعين على سبع 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 تسعة أربعين وهي تضيف عليها سفر تبقى سبعين سنة هنا تدى دلوقتي بداية السبعين سنة يظهر ما ظهرتش لسه فضلها مئة سنة لما تكتمل لأن اكتملت لما تثبت هرشاليم مع إسرائيل إسرائيل السابي قرب قوي دلوقتي قرب قوي فاللزة دراستنا نراقب موضوع لأن هذه حاجة عملية الأصفار التاريخية نحن نسميها العادة بصورة الأخي هذه حاجة عملية أنا وأنت بعيشها كل أحتينا بعيشها النبوات نحن نتعلم منها كيف نعيش برضه لكننا هذه حاجة نعيشها فعلا نرى الشر اللي ربنا يرحمنا منه يعني لو عملناها هيعمل لنا إيه الشر ونشوف الطاعة لو مارسناها حنتبارك إزاي فدلوقتي قبل ما ندخل في السابي يمكن مدة أقل من خمسين أقل من خمسين من ثلاثين سنة فضلة على إسرائيل تقريباً لا نحسبتها شيئاً ومية وشوية فضلة يعني بين الاثنين مية نضيف الثلاثين على المية يبقى مية وثلاثين فضلة على أوروشاليم هنقرأ بقى شوية إيه الخطوات اللي بتحصل كده ومهم جداً إن الواحد فيها نراحز نفسه سامحوني لو واحد لاحز نفسه سيتقي وسينجو من شر كبير جداً لما تلاقي الدنيا مكركبة في حياتك والمؤمن بعارف إنه غلطات الدنيا كمان مكركبة كمان مكركبة يبقى يا مؤمن وقف وقف كده وطلب من ربنا تصلح المسار لأن هذا المكركبة وورا كركبة وورا كركبة ده مش امتحان ده أنت بتنتهي دلوقتي وحنشوف الخرابة اللي بيحصل في الأصاحات الأخيرة في سفر الملوك التاني وبالتالي بعدين في أخبار الأيام التاني حنشوف الخرابة اللي بيحصل في أمة يهوزة الدولة الجنوبية هنا الدولة الشمالية نعرى بقى نخل لنا عدد عدد من القرية بتاعتنا نحن وصلنا لقد ستة وعشرين ملوك خمستاشر ناخد عدد سبع وعشرين في السنة الفانية والخمسين لعزاريا ملك يوزة عزاريا ده اسمه أنا أحب ألغيكم شو كده عشان نفكر بعض عزاريا ده ليه اسم تاني واسم تالت ليه اسمين تاني غير عزاريا عزية وعزارياهو ياهو يعني من نسبة ليه ياهو ويا برضو نسبة ليهو بس يدي اختصار ياهو يعني يا اختصار ياهو فكأنها ياهو لكن الاسم الكامل اللي يحب تذكر عزارياهو طيب في السنة الثانية والخمسين لعزاريا ملك يوزة ملك فقح ابن رماليا على اسرائيل في السامرة عشرين سنة هو عزاريا او عزية او عزارياهو ملك كم سنة؟ اتنين وخمسين يبقى ده السنة اللي فيها ايه خمات فيها عزاريا حلو خالص لغات كده فقح ابن رماليا اللي ملك ده لما احنا قرينا ملوك التاني خمستاشر الاسبوع اللي فات كام ملك من ملوك اسرائيل ملك يعني مدة عليها العين كده ناخد من عدد كام براحتكم يعني ما سنة عدد ثمانية ناخد عدد مختارة كده في السنة الثامنة والثلاثين لعزاريا ملك يوزة ملك زكريا ابن ربعام على اسرائيل في السامرة كام سنة؟ ستة شهر ده مين ده؟ ده زكريا ابن ربعام وقلنا للي فاكر معانا ان ده الجيل الرابع لياهو ان ربنا قال له باربع جيال بس دي مكافئتك واكتر واحد ملك على اسرائيل هو ياهو ابن نمشي لأن ننفذ مشيط ربنا مع انه خاطئ وعليه في جهنم للأسف لكن حقق مشيط الله في انه ازال البعن لكن استمر يعبد العجلين بتوعه يا ربعام نباط طبعا مش عايز احكم عليه ولكن يعني احساسي كده لأنه يعني ما نجدعه هو ربنا اللي يحكم فآخر واحد بقى كان ربنا مش قادر يستنى تاني فست شهر وشاله يبقى ربنا تمم وعده خلاص قايا وعامل الشر في اينا الرب كما عامل ابا ولم احدا هي يعني ده اللي بيخدي الاحساس ان الاربع يرحوا جهنم لم يحد عن خطايا ربعام نباطل زي على سريد اخته ففاتنا عليه شلوم ابن يبيش وضربوا امام الشعب فقاتلوا هاي شلوم ابن يبيش قاتل مين زكريا ابن ربعام اللي هو الجد الرابع لزكريا ده اللي هو ياهو ابن نمشي زكريا ربعام يقاش حاز يهو صح يعني ده هنا بعد اربعة يطلع يهو مالك بقى شلوم ده قدي على اسرائيل شلوم نيبيش مالك كامل شاه ايه ملوك ساعة واحدة دي زي ما ربنا قال لنا على الوحش ملوك ساعة واحدة مع الوحش لانا كايت النهاء قربت مالك 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 كامل صاعد منحيم ابن جادي من طرسة جاء الى السامرة وضرب شلوم اليبيش وايه ومالك عوضا عنه وبقيت اروم شلومه فتنته ده اللي قبل كده خلاص اتكتبت في خبار ايه ملوك اسرائيل ولي جي بقى عند عمنا منحيم ده منحيم ابن جادي واللي عمل عملة فضيعة جدا عنيف جدا عشان كده مالك شوية كتير يعني القوة الحربية او القوة الفكرية او القوة زي ساتر على الشعب بالجواروت تفيد بس مش كتير وفي الاخرى حاجة هنم وده اللي بنشوفه في كل الملوك اللي استخداموا القاسوة دي كل الملوك فينهم دلوقتي مين يذكر شرلمان بالخير ده كانوا عغزوات بتاعته مين يذكر نابليون بالخير ولا فرنسا حتى مين يذكر ازي القوة تدي شوية اه صح شوية كده ايه ناس خاف منه فحاجة جميلة ايه ايه شوية عشر سنين مثلا انا مالك كامل راجل ايه عشرة انا كنت فكر عشر وعشر خلاص ماشي عشر سنين عامل الشر في عين الرب لم يحد عن خطايا ربع عام وبعدين جاء له بقى فول ملك الشور وهنا موازين القوة بتاعت تختلف مين اللي بيخلي موازين القوة تختلف ربنا بناء على ايه واضح ربنا واضح جدا بناء على الشر مملكة منحيم شغالة شر وفقع ستات الحوامل ده مش بني ادب ايه ده ليه عشان عايز افرس الراجل والست والوادي اللي في البطن ليه عشان ما فتحوا ليش البلد اندخلها وغير ما اغزوا فانتق منهم ازاي افرس العيلة كلها بضربة البطن الست وحش والانسان وحش الحقيقة الشر ده جمع فربنا يقرر حشيل مملكتك يا منحيم وبعدين وبعدين ربنا كمان اتخذ قرار اللي فاكر معانا الدراسات ربنا يخزنه على ارام وحبعدك يا ارام انت من المشهد طبعا الشكلين مش هتزعل تحبش الضرب والقوة تحب الاسد بس فراح شايل ايه سوريا من القوة الحربية وفاجأة سوريا وجدت اشور قوة عنها خالص ده في نفس هذا لا صح ربنا رات كده لاجل غلط سوريا وغلط اسرائيل الاثنين غلطانين لو قاشتور غلط جاب ده نبو خزنصر بعدين وشاله جاب نبو خزنصر نبو خزنصر نشكرها ابن ما غلطش لانه امن يعني ابنه غلط شاله وجاب مديو فارس مديو فارس غلطه شالهم وجاب ملك اليونان غلط استكبر شاله جاب الرومان وبعدين المسيح جاي بقى كسر كل دول ودلوقتي لا في رومان ولا في ماريو فارس ولا في حد لقوة على الأرض بحيث يكون امبراطور فيش خالص مين امبراطور لعالم دلوقتي مفيش امريكا هي بتسود العالم بالفلوس السياسة كده بشوز بالسياسة بالخبز لكن فيه شخص يمتلك يملك على مفيش مين يملك ولا حاجة بريطانيا العزمة آخر دولة ان الشمس لا تغرب على بريطانيا فعلا فعلا من استراليا تبعها امريكا تبعها العرب تبعها الجزيرة بتاعة بريطانيا تبعها فعلا الشمس لا تغرب على أرض بريطانيا العزمة وذولة بريطانيا العزمة فقدت كل دول إلا الجزيرة بتاعتها حتى مش اخذها كلها حتى منها ليه للشر 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 الشر ده يعني يهلك مش الفرض يهلك الأمة كلها عار الشعوب الخطيئة طيب فجاء منحيم بقى ورحمة ربنا رفع مملكة الأشهرية ومخبط المملكة الإسرائيلية اللي كان اللي هي بتاعت منحيم يعني فجاء فول ملك أشهر على الأرض منحيم على كل واحد من عالي العين في البلد الوزنات التي حطها هذه يعني محسوبة خمسين ألف دولار ما عرفش في السنة في ايه ما عرفش مبلك طبعا مش سهل حطوا على الناس دي طبعا تقل عليهم تقلوا خالص لكن فاذا البلد منحيم مش ما عملش زي سنحريب منحيم سنحريب وملك أشهر هما هما ونين واحد بس دا بعد له فول الأول بعدين السنحريب دا بعدين أيام حزقية السنحريب لما خد الفلوس من حزقية حاجة مع البلد لكن دا قال مش رائع دا معك خلاص بدل حديني دي كل شوية ما عرفش التفاق كل قدية ساب مش ساب باللد ما حصرهاش تاني دي أول علامة إن الأمة الإسرائيلية ستسبى إلى أشهر منحيم أنت لوقتي عبد الملك أشهر لما هيزيده عليك كده هياخدك أنت وشعبك لأنا عملت معاهدة معاه خلاص واكتفى بالملغ الرهيب الذي دي ثوله دا طيبة سيدي وضع منحيم الفضة على إسرائيل على جميع الجباب لتلبقس عن الأغنية قوي وبعدين منحيم اتجع مع أبقه وده الوحيد اللي ابنه ملك بدون ما يقتل التاني ده ابنه يعني في الملوك الأخيرين دولا الوارة بعض كل واحد يقتل التاني يقتل التاني العيدة الوحيدة اللي الوحيدة اللي العيدة اللي فيها واده ابنه ملكه بعد كده ملك واحد على طول بس ويجي اللي بعد يقتل ده معنى الخراب قرب ما فيش ملك بيقعد في البلد وعنده ودي والرس ما فيش ما حصلش إلا مرة واحدة في أواخر ملوك إسرائيل انذار يا ملوك إسرائيل توبه جاء ابنه بقى اللي هو مين اللي هو فقحيا اتجع منحيم مع بيه في عائلة 22 ملك فقحيا ابن عوضا عنه في السنة الخمسين اللي عزاريا ده قبل إيريتنا النهاردة بسنتين ملك فقحيا ابن منحيم على إسرائيل في السامرة سنتين قال له انت هتموت راخر آه ما لا عيش سنتين بس آه ما هيكون لها كده الدنيا يقول لها كده في صهيل دلوقتي ده أنا ملكت سنتين ده في غير ملك شهر في غير ملك ستشهر طب مين حقتلك آه أنا عارف مين اللي قاتله أكتر واحد صاحبه اسمه فقح ابن رماليا ده التالت بتاعه التالت بتاعه اللي هو إيه لما يطلعه حرب آه الابن المالك أو ما كانش اللي ابن بعين واحد ده اللي هو بيقود المملكة لكن التالت ده هو اللي يطلع معنا الحرب وده كانسه فقح ابن رماليا كان بيستند على يده يقول لك يستند على يده ثالثه اللي يستند على إيده هو يقود المركبة والمالك يحارب أو بالعكس يعني المهم ده اللي يطلع معنا في الحرب فإيه ملكة عوضاً عنه نيجي بقى النهار في السنة الثانية والخمسين خلصت خلص ملك المنحين ده لعزاريا ملك يوزا ملكة فقح ابن رماليا على إسرائيل فقح ابن رماليا بقى ده ده أول واحد بعد الثاني لملكة عشرين سنة ده ملك مدة معقولة أفتكر عشر سنين هنيجي للوقت كم عشرين آه ملك مدة كبيرة وده كان الإسرائيل وضعوا الأمل عليه إنه هو ده اللي حينقزنا وفعلاً كان عنده مخ يعني بيفكر كويس بيفكر كويس من ناحية البشرية الدنيوية الشيطانية الفاسدة فقح ابن رماليا ده لما مات تنبئ عنه نبان إسرائيل قاله إحنا ملناش دلوقتي لرب ولا ملك خلاص لما مات الملوك ده فقدوا كل أمل فيه إنه جاء اللي هو فقح ابن رماليا هذا حنشوف اللي شهد دلوقتي لكن ده مهم جداً في تاريخ بني إسرائيل في آخر الملوك اللي ملكه في المدة الأخيرة فدي درستنا النهاردة في السنة الثانية والخمسين لعزاريا ملكي وإذا ملكه فقح ابن رماليا على أسريف السامرة عشرين سنة أشكراً يا ملاد وعامل يمصيبتك يا أخي من قبلك عملوا الشر ما تفوق يفوق إزاي يفوق إزاي الشيء اللي شغال شر هو يقدر يغلب الشر مين يقدر يغلب الشر من يقدروا أنا خلاص حفوق من الشر مستحيل يقول لهم ما نقل لك على غلطة مش غلطة أزي خطيئة واحدة شرب الخم يقول لك أقوم أطلوبها بعد تمتت بهديلت فيها أول ما يفوق هيا فين الشر اللي يمكن يغلب بالطبيعة البشرية الشر يغلب من الاتصال بالله وهذا البلد الوحيدة اللي فيها الله هي إسرائيل ليس بلد تاني تارف ربنا يقول عندها الشريعة وعندها الاشتراع وعندها كل حاجة بدل ربنا حطوا عجليني يبقوا تعبدوا ليهم ولما جاء أخاب طيانها خالص وحطت تاني حاجة اسمها بعد لكن أخاب خلصنا منه خلاص من أخاب ومن السام يمدة خلاص خلصنا منه يهو خلصنا منه وجاءت أسرة يهو أربع ملوك وقد إحنا في الأواخر دلوقتي من شط وعمل الشر في عيني ربنا لم يحد عن خطايا يا ربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطب ما بيجيش بهاي ده ليه للسياسة يجينا عمل ده فاق حمد أنا مال يعني عايزنا أنا أروح أتعبد للهيكل بتاع يهوزة ليه مجنون أنا طيب ما شعب يروح يناكل يروح يهوزة يقتنوني يعني هو أولا يا ربعام اختار الغلط اختار الغلط فالباقي ما يقدرش يحوز عن الغلط ما يقدرش يحوز عن الغلط الحكاية دي متكررة جدا والإنسان لما يحوز على الغلط ما يقدرش يحوز عنه خصوصا لو من أجداده هو طبعا مش أجداده هو ده كل أسرة بارعا اثنين ثلاثة وإنتهو لكن ده يعني مؤسس الدولة هو يا ربعام أنا بد مؤسس الدولة هو زهر له النبي اللي وده له عشر أصباط وده أصبت لسليمان ده مؤسس الدولة في قوة كبيرة جدا لما الشعب يتعود على حاجة يا صعب أو يسيب مهما كانت غلط سمحوين عمش بقول ده كده حتى بس على المسلمين طبع الإسلام كده تعود على حاجة خلاص مفيش فايدة مفيش فايدة ميحبوش الأخوان المسلمين ميحبوش السلفين لكن يحبوا الإسلام طبع هم دول الفاميل الإسلام لا إحنا تعودنا على كده الإسلام رمز كبير عندنا خالص خالص ده الأباء بتوعنا كده طب ما تدرس الحقيقة ما ما أقدرش ما أقدرش كذا واحد لما كنا في بداية الحلقات بتاعة سي سيد كذا واحد طلب الدراسة تقريبا كلهم فنيخوا ليه طب أنا أعدرسه بعد مدرسه كل شوية بيظهر لي الإسلام مش مظبط لا أنا عزادت أطلعه مظبط طب ده بيظهر لي عكس يعني هعمل أنا حسيبه مش حسيبه خالص فجأة غيروا تلفناتهم خلاص كلهم غيروا دي لفنتهم بيقدرش ما أنا عمليه أبا كافر ليه الأباء قالونه كده الناس قالونه كده فهنا دي في آخر المملكة الإسرائيلية يا رب عمر بطعم لنا كده أنا مش بس الإسلام وأتجاسر أقول التقليد الكنسي تم وضوط الإنجيل لا 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 أبوه أباء ده الأباء قالوا كده خلاص لازم كده يا عمت ما تقول لي أنت جابت من كلامنا من الإنجيل هو الأباء فالإنسان مش ممكن يتغير إلى اتباع الله إلا حينما نعمة لا تلمسه ويقبل النعمة يخلص من كل الأباء وغير الأباء والأديان اللي بيسميها سماوية كل ده يخلص منه يبقى هو ده كله قد صار جديدا في الإنسان فهنا فقح من رماليا ماشي وراء الأباء وراء عبن نباط الذي جاء على إسرائيل يخط يبقى نعمل إيه أنا عمزير وعبن نباط الحتة الحتة اللي جاية دي مش مش تاريخة دلوقتي بس هو بذكرها لنا لكن تاريخها جاي بعدين لالعدد اللي جاي ده قال له ايه في أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلص فلاسر ملك الشور واخذ عيون وآبل بيت معك وينوح وقادش وحصور وجلعات والجليل وكل أرض نفتالي وسباهم لفين الشور هنا بداية السبي الأشوري هيحصل بعدين لسا يمسك تاريخ شوية فقح من رماليا هيحصل هذا السبي في هذا الأصحاح ليه لأن إرادة الرب أن كفاية شركم يا مملكة إسرائيل الآن ينبغي أن تسبو جاء وقت السبي يا مملكة إسرائيل زي بعد يوشية في مملكة يهوزة مملكة ممتاز وبعت لخالد النبي الشر هيحصل ولا خلاص بإحنا تعدلنا هو تعدل ما تعدل شي وشية أنت ربنا مش يعمل الشر في يامك بس الشر يحسس يحدث لأن الأيام اللي فيها الغريس بيريود خلصت الآن الآن القرار بالسبي وتثبت مملكة وإذا بعدين يعني مش دلوقتي طب حصل يبقى يذكرها بسرعة هنا فتنهوشع فتنهوشع ابن آل الفقه ابن رماليا وضربوا فقتلوا وملكة يعوض عنه في السامرة في السنة العشرين ليسام ابن عزي سؤال فقه ابن رماليا ملكة امتة طيب وبعدين مات امتة لما قتلوا خوشع ابن آل مات امتة طب نحسب نرى ملوك ملوك يهوز نرى الرقم صح والغلط ايه رأيكم ملوك عزي كان ملك كم سنة وده لما يكون ملك في السنة اثنين وخمسين يبقى 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 ملك في السنة الكام ليسام ابن عزي نعم ما هو واثنين وخمسين مات عزية مين ملك بدله يسام يبقى اذا ملك مات فقح ابن رماليا انه عاش عاش عشرين سنة ملك في عشرين سنة يسام فهمتوني ولا صعب شوية يعني ده ملك هنا ده هو مين ده فقح من رماليا ملك هنا لما مات عزية مين ملك هنا يثام يثام ملك وتأتل فقح ابن رماليا في السنة العشرين ليسام يبقى صح ولا غلط اولها بسنة الثانية ادي هنا ملك سنة الاثنين وخمسين لعزية كويس وملك هنا ايه فقح ابن رماليا لو كان عزية كان ملك مش اثنين وخمسين ملك ستين كويس يبقى هنا عزية ملك ستين وهنا فقح ابن رماليا ملك هنا في الاثنين وخمسين وده ملك ستين لو كان في السنة العشرين اللي ملك العزية يبقى يبقى ملك كم سنة عشرين وكمان التمانية دول يعني ارجو كان عارف انه صعب شوية يتفيد لكن اجتام مخدس في الحاجات دقاء جيدة بالضبط ملك 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 كام هو ده هو بالضبط تحسبها من ملوك يهوزة تحسبها من ملوك اسرائيل تيبيكال ده ملك لغاية عم عمره لغاية لما مملكته اثنين وخمسين وملك يثان في نفس الوقت يثام هنا ملك يبقى هنا فقح من رماليا ملك ملك عشرين سنة وملك عشرين سنة ومات ده بس هنا نتكلم على موت فقح من رماليا يبقى يثان ملك ستاشر فين آه سوري انسيت حاجة ان يثام ملك ما عزية اربع سنين لان عزية كان ابرص ففي اربع سنين داخلة بين عزية ويثام شكرا انفكرت انفكرت عزية يثام ملك عشرين في اربع سنين كان اللي يملك حقيقة على الارض هو يثام بس عزية هو الملك فلذلك الستاشر بعد الاربع سنين دي لك في حدة تاني ملك عشرين سنة اللي هي بالاربعة دي والاربعة دي مذكورة وكان ويثام ابنه مالكا على الارض او حاكما على الارض مدة اربع سنين اشكركم للبوضيح ومتأسف لزكريتي اللي بتنسى نعم فقح بقية امور فقح وكل معامل هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل في السنة الثانية لفقح ابن رماليا ملك اسرائيل ملك يثام ابن عزية على يهوزة فهو فيه فرق كم شهر فبيعتبر يعني دي سنة ودي السنة الثانية وغير انه يثام كان مالك قبل كده يعني فهنا الحساب في خلال مدة الاربع سنين اللي ملكهم يثام مع عزية يعني بتكلم على مين على يثام ابن عزية كان ابن خمسة وعشرين سنة حين ملك وملك ستاشر سنة يبقى الخمسة وعشرين سنة دي محسوبة بعد اللاب بتاعه هو وعزية واسم أمه يروشة ابنة صادوق عايزين نجي شوية تفسيرية كده مع بعض الآيات لأن احنا خدنا كاز آية مجرد تاريخ عايزين نتأمل فيهم شوية أولا في عدد سبعة وعشرين اللي هو أول عدد بدين فيه في السنة الثانية والخمسين لعزاريا ملك يهوزة ملك فقح ابن رماليا على إسرائيل في السامرة عشرين سنة عايز أولينا أهمية فقح ابن رماليا دين إراها في الإراء المشهورة جدا في عيد الميلاد إشعية سبعة من عدد واحد عن مريم العضراء عن ذهاب إشعية إلى أحاز أحاز للملك بعد يثام عشان كده بنعرف أنه خلاص ده في أثناء ملك أحاز فبيقول هناك في إشعية سبعة واحد اذهب وقاب الأحاز وده كان في بداية ملك أحاز خالص وفين إشعية طلحة حدث في أيام أحاز بن يثام ابن عزية ملك يوز أن رصين ملك أرام صعد أما فقح ابن رماليا ملك إسرائيل ورشليم لمحارباتها فلم يقدر هنا حصلت هذه الحرب رفعت قدر فقح ابن رماليا قدام إسرائيل أنه كان أحاز بالنسبة لهم ما قالك بستاني أحاز ده في ملك أحاز كان أحاز بالنسبة لهم ريشة مهب الريح كان مرتعب جدا ليه لأنه كان فيه تحالف بين فقح ابن رماليا هذا وبين رصين ملك آرام عشان كده هنا بيقول افتكروا أن موضوع فقح ابن رماليا ده على السبعة عشرين حيكون له تأثير مهم جدا في تهزيق أحاز ملك يهوزة وفي رعبه وفي رفض الحل اللي شعي عرضوا عليه وفي النهاية ملك أشور كسر فقح ابن رماليا أو نسله يعني بعد كذا واحد تاني تاني وكسر ملك آرام أتل رصين ملك آرام وفي الآخر استدار على أحاز وبهدله وده اللي كان ربنا مش عايزه يعني زي المثل البلد العادي أنا وأخوي على ابن عمي وابن عمي على الغريب أحاز أنت بعت لعدوك على ابن عمك ده على أخوك مش على ابن عمك آه بعت لأنوا عايزين يقتلوني هما الاثنين هو ورصين ملك آرام عشان يجيبوا ملك ابن طابئيل كويس عشان يهجموا على أشور وأنا مالي وملك الدوش دي أنا أوصل لأشور وخليك السرم وفعلا كان أشور أكتر من دولة فعامل كده يبقى حيزلك ملك الشور يعني دي خيانة مش بس ضد يعني إخوتك تولي اتنين ببلاد يعقوب دي أنا أصباط وانا أصباط إسرائيل لكن دي رفض لفكرة الله إن الله يجمع من فيه يعقوب في مولود المزود ويجمع الأمم في الصليب كمان فهنا بيقول لنا فقح ابن رماليا دي مرحلة مهمة جدا قدت إلى سبي إسرائيل بعد شوية شرور تاني من يهوز قدت إلى سبي يهوز أيضا فالجماعة والاثنين مزبيين وبعدين رجع السبي بعد سبعين سنة فهنا بنجد عدد سبع وعشرين عدد تسعة وعشرين اللي هو بيقول إيه فلوك التاني خمست تسعة وعشرين اللي هو بيقول فهيان فقح ملك صري الجاي تغلس فلاسرة ملك أشهر وأخذ عيون آبل وبيت معك وينوح وقادش وحصور وجلعاد والجليد وكل أرض نفتالي وسبب إلى أشهر يقول لك ده موجود في ملوك التاني نحن من نرى الوقت صح سبعتاشر وعدد ستة نجد هذا السبي كمل خالص سبعتاشر وعدد ستة ملك كلهم ملوك صغرين ملوك ساعة واحدة في آآ هذا السبعة وهذا كم عاية ستة آآ في السنة التاسعة لهوشع أخذ ملك أشهر السامرة وسب إسرائيل هناك سبع كذا بندينة هنا سبع إسرائيل إلى أشهر ده السابق اللي تسبع فيه حسقياء للنبي راح هو الحتة دي يقول لك عند نهر خبور ونهر جزان وخبور ومدن ماتي ده كسح الأرض كلها مسبش إلا كام غلبان كده وقصة هنأخذها بعدين اللي هي أن السبع كانت بتيجي تكلهم وبتاع فبعت لهم واحد نبي كروديا كده من الناس اللي بيقولوا إحنا نعرف في الكهنود فعلمهم غلط وستبع عدد في السمر وكانت بهدلة خالص ودولا شعب السامرة لما جي المسيح ولقاههم دولا اسمهم السامرة اللي قبلوا اليهود واليهود ما عملوا مش خالص لأنه شعب منخربط كده ملوك أصالة يهودية مخصصاً الهبوط النفسي اللي حصل أشاءه مصر خمسة يام حرب تزل فيها عبد الناصر لأنه مش ياخد باله من كتاب موادسة هو ليعرف عاجة عن كتاب موادسة وعبد الناصر أمل العرب مش أمل بس مصر مع هذا طبعا السعودية والأردن كان مختلفين مع بعض فالهبوط النفسي هذا هو شعق النبي بيذكره في هوشع عشرة بس صح واحد ثلاث مرات يذكر الكلام ده انطلع هوشع بعد دانيال اسقيال ودانيال وهوشع أنا فاكر وقتها من الهبوط النفسي كنت قاعد مع أسيس إبراهيم سايد وأنا شعر هو شعر نفسه بالهبوط يقول لي بس برده أخي لطيف تحسوا محترم بين الناس كده أي محترم بالصراح خلاص لا تلع بالاحترام ولا تلع بالكلام يعني يدي النشوة المصرية وإحنا الغلبين وإحنا المنتصرين واحد كمتوقع لقى اليهود في شارع الأصر عيني أنا شغل اللي كان هناك والجليسة كانت هناك لكن الاتكال على الإنسان لا قيمة له ربنا أراد كده وما زالت مصر موجودة يعني ربنا قال له ما دخلهش مصر هوشع عشرة نعم حي كآه طبعا طبعا خصوصا السنة مع صدام ده هو ده وفعل لما راح صدام البلد ما رايحة دلوقتي هوشع عشرة وعلى الثلاث صدام كان قدوته نبو خزناص وكان فاكر هي أضلم الحاجة هو ما عملش ولا حاجة يقول لي على الثلاثة هوشع عشرة ثلاثة إنهم الآن يقلون لا ملك لنا لأننا لا نخاف الراب فالملك ماذا يصنع بنا ما إحنا غلطنا في ربنا ومش عايزينه عزين ملك ليه خلاص يأسب لا ربنا ولا ملك خلاص ليه مات مات اللي كنا حطين فيه الأمل ملك عشرين سنة وهزأ إسرائيل هزأ يهوزة وهزأ اتحد مع أرام وأرام كانت دايما ضد صيب تغلبهم يعني اتحد مع بلد أقوى منه ودوك إيه من الاتحاد عشان يكسره ملك أشور يعني يعني راجل عنده تفكير ممتاز في الحرب مات الملك ده عدد عدد سابعة نفس هوشع عشر عدد السابعة السامرة ملكها يبيد إيه ده كغثاء على وجه الماء طبعا مش دي نبوة دي حاجة سابقة لأنه هوشع يعني ما أعرفش هوشع ملك إمتى نشوف ممكن تكون نبوة صح ثانية واحد لو مكتوب هوشع ملك إمتى أفتكر ملك أيام قصدي تنبع أيامين ممكن حزقية أو لي مش عارف نعم آه يبقى قبل قبل نبوة نبوة صح يبقى دي نبوة نبوة يعني قربت تحدث خالص السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء وآخر عدد ناخده عدد خمستاشر دي تكلم إيه على السامرة هكذا تصنع بكم بيت إيل من أجل رداءة تشركم في الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاكة طب ليه بيقولوا إن الملك إنه مقصود به الملك دي لأنه أشهر ملك في الأواخر أشهر واحد وهو يعني فعلا كان عنده قوة حربية يرعب بيها أحاس يعني تخمينة لكن ربما موجود حاجة ذا كده في التلموت معرفش جات من فين الأكادي إنه هم قصدين هذا الملك طيب نكمل بقى شوية وقربنا نختم ونكمل أصاح في مرة تانية ملوك التاني إحنا قرينا قد فين لغاية عدد تلاتين يمكن ولا كان تلاتين مش كده وضربه فقاتله وملك عوضا عنه في السنة العشرين ليثام ابن عزية وبقية أمور فقح وكل ما عمل هي مكتوبة سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل في السنة الثانية الفقح بن رماليا ملك إسرائيل ملك يثام ابن عزية ملك يهوزة هنبتدي في ملك يثام ابن عزية وأفتكر كده كفاها علينا النهاردة ونكمل ملك يثام ابن عزية خلصت الكلام كله من أول وآخر البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطيئة طيب بالنسبة للبيوت نفس الكلام نفس الكلام البر يرفع شأن البيت وعار البيت الخطيئة الفرض نفس الكلام البيت يرفع شأن الفرض وعار الفرض الخطيئة اللي بيحرق كل أحداث العالم الرب بناء على حاجتين خطيئة وبر بس مش حاجة تاني وإرادة الله بتنساجم مع الانتين دول الخطيئة تفزع الله تتعبه جدا تتعبه جدا البر يفرح بالفرح فتلقى أي اللي بيصنع البر مقبول أمام الله اللي بيرتكب بشر مرفوض ومرزول وهالك أمام الله درس البسيط دائما تعلمه احنا في كل مالك بنتكلم عنه ناخذ ملكين ثلاثة أربعة في الجلسة كله بنتكلم على كده أو يا رب علمني أنا أفعل رضاك يا رب مش بس كده وأدقق بفعل رضاك وأتلزز بفعل رضاك ويعيش لك طول عمري وأتم باللي أنت عايزه منه يا سلام يمتلئ الإنسان سرور وفرع وتعزية غير بقى الحاجات المخفية دي الإعلانات الإلهية زي قلت بول صفرت الإعلانات ويبقى الواحد عايش كده وعا ربنا على طول وحيانا يا ربنا يقول له أمور مستقبلة ويدي له آيات ومعجزات داخلية وخارجية يا للعز لما عاش ربنا وإلهنا كل المجد الأبد أمين 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 مجد للرب هاللويا بكرة السابت اللي يحب يروح فيكم اقتماع في دكتور المون